السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف الحال يا شباب اتمنى تكونوا بخير وياكم سيد حسن عالم ابل التعلم على ايفون قولا نبتدي ادعمني باللايك والاشتراك في القناة ده كتمو مشترك وفعل زر الجرس حق صلك الجديد واليوم عدنا افضل طريقة لتنظيف الرام او الداكرة العشوائية لجهازك الايفون والايباد طبعا راح تسألني شنه الرام شنه هي الداكرة العشوائية الداكرة العشوائية هي اللي من خلالها الهاتف يقدر يتحمل او الايفون عدد اكبر من التطبيقات المفتوحة في الخلفية او عدد او قوة او قدرة الجهاز على فتح او غلق او الاخره بشكل اسرع فاذا كان هذا ممنظف او مونع يعني في ملفات زائدة عن اللزوم راح يكونوا مياك الجهاز بطيء وعلك فاليوم جنه ليكم برنامج اسمه سي بي يو اكس رابط المرامج راح تلاقونه في اول تعليق وايضا في وصف الفيديو فاولا بعد ما نحمل البرنامج نفتح البرنامج راح تطلع لنا عدة خيارات اول شي راح يطلع لنا هل ترغب في السماح ببرنامج سي بي يو اكس بالوصول الى موقعك اثناء استخدام التطبيق انا سويتلي عدم السماح لان احنا ما منحتاج لهو التطبيق طبعا او يطلع كمينة كبيرة من الخيارات من ضمنها الجهاز الشاشة الذاكرة الى اخره فيعطيك كل شي عن جهازك معلومة معلومة اذا انت كنت محمل الناس سواء بالبطارية او الى اخر المهم ما احنا عدنا لليوم اللي هو كلمة الذاكرة بعد ما نضغط عليها راح يطلع لنا كذا خيار من ضمنهم خيار نظف اذا انت كنت كفيف على اليسار ايضا بعد ما اضغط على كلمة الذاكرة راح يطلع لك كلمة نظف وراها على اليسار اللي هو الكلمة او او النسبة المستخدمة من الرام او الذاكرة العشوائية فاذا كانت اعلى من خمسين بالمئة يجب عليك التنظيف فطريقة التنظيف جدا سهلة يا شباب مجرد انك تضغط على الزر اللي هو الزر نظف ورح يطلع لك قانومة مبثقة في النص ورح يقول لك جاري التنظيف ورح يستغرق رح يستغرق وياك الامر اقل من دقيقة فبعد التنظيف رح يقول لك نظف الجهاز ونظفة الدار الداكرة العشوائية فاذا احنا تروح على كلمة نظف رح تشوف النسبة اقل من خمسين بالمئة وفي البرنامج فيه نسختين النسخة العاضية ونسخة البرو طبعا نسخة البرو رح تكون مدفوعة وقيمتها 1.99 سنت بس لكن صراحة برنامج ممتاز وانا بعد استخدامي الى الاكثر من يوم لاحظت الفرق الكبير والجميل في سرعة الجهاز بعد ما استخدمت هذا البرنامج وكنت مواكب يوميا على تنظيف الداكرة العشوائية للجهاز فوصلنا للختام لا تنسوا اللايك والسبسكرايب والكومنت والشير شكرا على تفاعلكم المستمر وبس يا شباب مع السلامة